كفتش لعبي يتحاسب على اللي كتبته زوجته على الانستجرام بسم الله شاف المعام كابتل محمود علاء تقرر معاقبته بخاص بمية وخمسين الف جنيه من مستحقاته نظراً لما كتبته زوجته على الانستجرام هو من الأدب أن في ناس تخش تتطول على سيدة فاضلة من الأدب أن أنا أسيب بنجم كبير على الأكاونت بتاعة زوجته هل دي شهامة هل دي رجولة هل دي أصالة ولما ترد وتقول لهم قبل مقفل الأكاونت عاوز أفكر الناس أن محمود علاء يما فرحك ويما أسعدك ويما ويما الإدارة توقع على مية وخمسين الف جنيه يا جماعة الخير يجب أن نحترم خصوصيات النجوم ولا يجب أبداً أن تنجر في الإدارة أنها تحاسب حد تب ما حاسبتش ليه الناس اللي شاتموا تركي على الشيخ حاسم إمامه مصطفى فتحي وجنش والمجموعة دي عشان الكلام كان على هوات لكن هنا زوجة فاضلة محترمة بتدافع عن التطول على زوجها أبقى ناجة أقول مية وخمسين ألف جنيه غرامة على محمود علاء بسبب رد زوجته على الجماهير بأي حق أنت بتدن نفسك أنك أنت تشتم وزوجة فاضلة ما تردش غيبة زوجة أهي قفلت الأكاونت كل لكن ما ينفعش حاضر أقول لكم موضوع كهرباء في الآخر الناس اللي جامد أخ يا عم هي غلطت ما غلطتش ما هو ما ينفعش حد يتطول عليها يا أستاذ ولا يتطول علي زوجها وانت رايح لا هي ليه عاوز تتناقش ناقش مع زوجها اتناقش مع زوجها اتناقش مع كابت المحمود علاء فأي حاجة أنت عاوزها لكن مش من الشهامة أن راجل يروح يتطول على ست فبالتالي ده دي جزئية بتيجي في إطار إيه أن النجوم ما بياخدوش فلسه والنجوم لم تعدى لعقده وفي مفاجأة مدوية مش أقولها دلوقتي عن أحد نجوم الزمال مش أحد مش واحد بس ربما اتنين تلاتة ومش أقول إيه الموضوع حتى لا يتم تدركه والله يا عمر موضوع هي ليه بموصر هشرب ميا أصمت روصحبي جدا تعرفه بعد الفيديو مش أقوله لك عشان أنت راجل أهلاوي تروح تقوله صحبك الأهلاوية أنا مش عايز أقوله فإنك أنت تتطول النهار ده على زوجها فاضلة دعيب ما يصحش أحبك الله أحبك الله الأستاذ بيبو عيسى أحبك الله يا عمي أحكي لك هي في أكاونت باسم الزوجة الفاضلة زوجة كابتن محمود علي ناس دخلت تطولة على محمود علي عندها هل ده ينفع؟ ما ينفعش هي لما ترد وتقوله عيب وما يصحش وكلام من ده حقه ولما تقفل الأكاونت وتقوله هو يا ما فرحك ويا ما أسعدك حقه إيه اللي عمل التوتر عدم صرف مستحقات النجوم طوال الفترة الماضية ده اللي عمل التوتر الشديد هو عدم صرف مستحقات النجوم طوال الفترة الماضية والأزمات والحكايات والروايات ده اللي عمل التوتر بجيب لك من الآخر حمد أحمد خدر من الصعيد على راسي من فوق يا حمد أبو عبدالله من أصانع عراسي من فوق أبو منا أخبار مؤمن يا أونك المؤمن والله ما تابعته من ساعة مقابل مصر تركي قال شيخ وقاله إنه مسافر أمريكا ما تابعتهش بس عشان خاطرك هتابه وعمل معاه تليفون وقالك إيه الموقف بك وهي قالت إنه أنا مش هسمح لأي مخلوق يدخل ويشتم أو يغلط مش هسمح لأي حد بكده أصلا حسب لون أنا دقيل في أي حد بيديقني بكلام كلام ست فاضل خلونا نحترم النقطة للزمالكي عاقب محمود علاب 150 ألف جنيه طيب يا بنت وهو اللي بتاخد قرار العقوبة لما نجومك طلعوا شتموا أو تطولوا عن مصر تركي يا شيخ ماذا فعلت ولا شيء طيب لما جنش أنا لم أخدتش فلوسي قلت له تعالى حبيب قال بيخد فلوس لما طرق حامد لمح قلت له تعالى وما خدوش وما تعمش تعديل والخبئ قوي وربنا يصطر في اليام اللي جاي طيب ده موضوع محمود علاب أنتقل بكم من موضوع محمود علاب إلى موضوع السوبر الإفريقي في اجتماعات دلوقتي للمكتب التنفيذي هنا في مصر للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أكد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن السوبر الإفريقي 14 فبراير في الدوح على مجلس إدارة نادي الزمالك اتخاذ قراره وإعلان إما أنك تقول من دلوقتي هروح أو إما أنك مش هتقول أروح ونجيب الفرقة بتاعت المغرب كان اسمها يا عمر حسنية أغادير اللي كان اسمها يا كيف تلعب قدام الزمالك في قبل النهاء من اللي قول لنا اسمها اسمها إيه قبل النهاء أولا في النهاء في النهاء هي اللي هتروح مكان أظن نهاء الفرقة المغربية ها فرقة من المغرب نهضة بركان نهضة بركان هي اللي هتروح مكان الزمالك لو الزمالك غاب عن السوبر الإفريقي اللي يقام 14 فبراير في القدر الراجل قال محمد البدى ودعي له وانت في مكة يا محمد الراجل قال رئيس نادي الزمالك قال إن أنا مش هلعب في قدر المكتب التنفيذي اللي تحدد في القدر أكد أن المباراة 14 فبراير طب إنت قلت مش هتلعب افرد بقى في مفاوضات المصالحة دي المصالحة تمت إنت قلت هادو طريق حمد رهينة أسرح عرب طب تخط قرار بقى في مجلس الإدارة قول إنك مش هتروح خط قرار وابعاده عايزين نشوف الشهامة والرجولة هنا مش كنت بتقول مش هتروح خط قرار وما تروحش انت حر رغم أن هناك مفاوضات بين الدول الأربع مصر والسعودية والبحرين والإمارات مع قطر على مصالحة وده شأن السياسي هي الدولة قالت لك ما تروحش لو الوزير قالك احنا عاملين مقاطعة اعمل المقاطعة لو الدولة قالت لك احنا ما بنتعاونش مع قطر ما تتعاونش مع قطر كده في وش أنا بقولها لك هون لكن انت عاوز تبقى ملكي أكتر من الملك وتقول مش هروح شأنك بس ياريت نسمع قرارك خلال ساعة وزيها التانية انه هو دولة تتواصلت مع أحد أعضاء مجلس الإدعار في نادي الزمالك العريق رغم أن في أي حد قال عرياضية عظيمة رغم أن في أي حد ولها نجوم أفزاز ساهمه في إسعاد ملايين المصريين سواء مع الزمالك أو مع منتخب بلده ولن تنسى الجماهير أبدا الشخصيات العظيمة زي كابتن حمد أمام وكابتن علي خليل وكابتن فرق جعفر وكابتن حسن شحاتة وكابتن نصر إبراهيم وكابتن عدل المأمور وكابتن عبد حليم عالي وحزيم إمام وحسن حسن وإبراهيم حسن وتامر عبد حميد الباكرايت كل دول الناس عمرها ما تنسى ولا طريق السعيد ولا طريق السعيد ولا كل الناس المحترمة اللي أسعدوا جماهير الزمال فبالتالي إحنا النهارده قدام معضلة مهمة جدا 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 في موضوع السوبر الإفريقي طيب فالمجلس بقى خقر وقال إحنا هنشوف الرجل هيقول لنا إيه زي ما هيقول هنعمل زي ما هنقول هنعمل فربنا يوفقهم للصواب شخصيا أؤيد ما لم يكن هناك قرار من الدولة المصرية بعدم التعاون أو عدم اللعبة في قطر عليك أن تلعب ما تبقاش ملكي أكتر من ملك ما تبقاش ملكي أكتر من ملك الله يخليك يا أسامة قرار أسامة قرار بمس عليك عم عمر عم عمر بقليك شعبية وأنا كده بغير منك عشان كام شاء طلعك معين مش هتشمع يا عمر بتأثر انت علي اللي أعلنت من السوبر في قطر قنوات بين سبورت والمباراة مفترض تكون بين الزمالك والتراجي التونسي بلاش المعنوع بتاعت نجوم الزمالك دلوقتي يا معاطمس كل سنة لازم أطمن جمهور نادي الزمالك العظيم على كابتن فرجاني ساسي اللي هيغيب عشر تيام فقط وأن الإصابة هي آلام في أوطار الفخز والدكتور سهيل الشمالي قال غياب عشر تيام يعني ملعبش مطش انبي ممكن يلعب المباراة اللي بعدها الزمالك ومازين بيوم السابت 30 هيدر المباراة حكم إيريك أوتوجو كاستان عبغاني محمد عبغاني وشكبالة جاهزين لمواجهة انبي في الأسبوع الخامس من مباريات الدوري المنتاز والمباراة خلاص راجعة والدنيا هتحلو وحنتكلم كورة ونبتعد عن كل الأمور هرد على أسئلتكم على السريع أعزائي وأصدقائي ألف والأخبار أبو تريكا إيه؟ أبو حسن أبو تريكا راجع إن شاء الله مصر خلال الفترة القادمة وأنا زي ما قلت لك قبل كده إن فيه تفاهمات وتدخلات ومفاوضات بين الدول وأمور بتبحث وإن كان فيه اجتماع كبير جدا بيضم شخصيات مهمة من الدول الأربعة مع قطر وفيه وسطاته بإذن الله تعود المياه إلى مجالها بين الدول العربية وتعود قطر إلى حضن الدول العربية بعد التزامها بعد التزامها بطرد كل الإرهابيين أو تسليمهم إلى مصر المعلوم أحكام المعلوم أحكام بالحبس أو السجن وساعدوا في إراقة دماء شهداء مصريين يتحكم المختلف في الرأي ده قرار الدول كهرباء حاضر يا علي العبد كهرباء يا علي العبد في الأهل يبقى في يناير يبقى في آخر السنة الله أعلم لكنه المؤكد مليار المئة أنه في الأهل ليه بقولك الله أعلم لأن فيه اتنين بس الأهل ليهم يغيروا الراجل دلوقتي بيتكلم في رعب وسط ملعب وفيرود ماشي وعنده رمضان صبح مكسر الدنيا وعنده الأطراف عددهم كبير رمضان صبحي على جرالد تسدك كنت ناس جرالد ده خلص ما عافش تجعله على الثاني لأول واحد وعندك وليد سليمان وعندك حسين الشحات وعندك أحمد الشيخ عندك عدد فهو الراجل عاوز حد في العمق وعاوز ديفندر فالكلام لو ده فيه اتنين بس فالفكرة هل هيتم فتح باب الاستبدال بلاء على طلب نادي الزمالك وعدد من الأندية اللي هنشوفه في اليام اللي جاي وإله ديانجي ماشي إله ديانجي غايب بس أسبوع شرطيان عنده حاجة في العطر لكن هيلها سكر يا أحمد عناية يا سكر خد البوز أحمد وحشتني يا أبو المعطر ربنا يكرمك يا أبو حمي هو فعلا كان فيه مشكلة في مقر قناة نجم الجميع ما فيش مشاكل عندنا بفضل الله بفضل الله بفضل الله طال عمرو طال عمرو حبيب أم محمد فاتر وسامة جلال هيتوقف الأمر برضو على عدد لعبين الاستبدال بفضل الله بفضل الله رمضان صبح يا أمكل رمضان صبح الأهل بيتفاوض على شراء وكان مستر خالد مرتاجي في لندن ما عرفش رجع لإن ولا لسه هل رايح لهذا الأمر أم لا لسه ما عرفش